اجتمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في العاصمة البريطانية لندن مع لورد دومينيك جونسون وزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة نعم وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد إلى أكثر من مئتي عام مؤكدا على ما تشهده تلك العلاقات من تنمية نحو مستويات أشمل بما يعود بالنفع والنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الصديقين كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة واستعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي